استمر معهد التربية الرياضية بالأهلي في عمله وزاد عدد الطلبة فيه وقدامكم اهو على الشاشة صورة نادرة جداً لطلبة معهد التربية الرياضية في النادي الأهلي ومعهم أستاذهم ومدربهم الأستاذ محمد شكري الأستاذ محمد شكري ومعاه الأستاذ بليغ صفوط كانوا المشرفين على تدريب الطلبة في المعهد وكمان كان ليهم دور ريادي في الإزاعة المصرية اللي فتطحت عام 1934 وكانت الإزاعة المصرية بتبتدي يومياً بتمارين الصباح وكان اللي بيقدمها بليغ صفوة أفندي لفترة طويل أو بعده قدمها محمد شكري أفندي زي ما موجود قدامكم كده على الشاشة في جدول برامج الإزاعة في الوقت ده الأهلي وأبنائه كانوا رواد في كل المجالات وكمان استمر النادي الأهلي في النشاط الثقافي والاجتماعي والفني جنب نشاطه الرياضي فجه في محضر الجمعية العمومية أقيمت حفلات ساهرة عديدة تحت ضوء القمر بحديقة النادي عزفت فيها فرقة موسيقى الجيش المصري وكذا حفلتين سينمائيتين قدمت برنامجهما شركة مترو جولدنماير السينمائية شركة مترو جولدنماير كانت من أكبر الشركات السينمائية في العالم وكلنا عارفين شعارها الشهير الأسد اللي قدامكم على الشاشة ده وكان لها فروع في المدن الكبرى ومنها القاهرة وقام قسم الرعاية الصحية وعلى رأسه صاحب العزة الدكتور كمال الدين حفن بيك بعرض البرنامجين كان متفضل القسم سالف الزكر بعرض أشرطة ثقافية في مناسبات عديدة ألقى خلالها حضرة صاحب العزة أحمد جمال الدين بيك عضو النادي محاضرات علمية وثقافية